مرحب بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة وبرنامج مع الناس في برنامج مع الناس بنصلة الضوء على إنجازات الدولة للمواطن المصري في نفس التوقيت بنواكب كل الأحداث المعاصرة التي تتعلق باهتمام الدولة بإنشاءات وطرق وكباري وستثمارات على شكل كبير جدا بالنسبة للدولة المصرية النهاردة مضوح حلقتنا بنتكلم عن بناء الجمهورية الجديدة الحقيقة بناء الجمهورية الجديدة بياخدنا فعلا للارتقاء والانتقاء بحياة الناس في نفس التوقيت تحقيق معدلات تنموية على أرض الواقع فاصل المشاهدين ونرجع تاني لحضراتكم وفقرة أخبار الناس خبر معنا النهاردة في فقرة أخبار الناس كافلة طبية للكشف المجاني بقرة محافظة أسوان استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تطوير الشامل للريف المصري وأيضا حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تقديم كافة الخدمات بجودة عالية في المناطق النائية المتابعاتنا للمنظومة الصحية بشكل عام سواء في محافظة القارة أو محافظة الشرقية أو محافظة الإسماعيلية كانت الزيارة ابتدت مرورا بمستشفى بالبيس ووحدة الصحية الموجودة في السبع عبار الشرقية الزأزي أو مستشفى تابعا لجمعة الزأزي في العشر من رمضان اللي هي مستشفى الجامعي وبعدين مدينة الإسماعيلية من خلال بقى زيارة المجمع التهيل أو مجمع التهيل التابع للتأمين الصحي كل دي منظومة صحية متطورة بنحاول أن احنا ندعم علشان تبقى مستعدة للمنظومة التأمين الصحي محافظة الإسماعيلية تحديدا اللي هي فيها إطار تجريبي دلوقتي للمنظومة التأمين الصحي أتصور أنها بتخدم حوالي أربع أو خمس محافظات حواليها شمال سينة وجنوب سينة ومحافظات منطقة القناة وأيضا لقربها من منطقة القاهرة وقربها من الشرقية كل دي بتخلي أن فيه احتياج للمواطن مع أن عدد المواطنين في المحافظة الإسماعيلية مش كبير ولكن الخدمات الصحية اللي بتقدم هنا متطورة جدا جديدة وبرنامج مع الناس في حلقتنا النهاردة بنتكلم عن ملفه مهم جدا بالنسبة للمجتمع المصري بنتكلم عن بناء الجمهورية الجديدة بناء الجمهورية الجديدة الحقيقة بتحقق الارتقاء بالنسبة لحياة الناس بشكل عام أيضا في نفس التوقيت بيكون عندنا معدلات تنمية جادة في كل المجالات النهاردة مشرفنا الكاتب الصحفي ومحرر شؤون مجلس الوزراء الأستاذ حسن أبو خزيم ورحب بسيطة كيف أنه مساء الخير على حضرتكم أستاذ المشاهدين بنقول بناء الجمهورية الجديدة في مجال المجتمعات العمرانية والطرق والكباري وأيضا اهتمام بالدولة أيضا بدعم الاقتصاد المصري في مجال العقارات بشكل عامل يعني لو تحدثنا عن هذا المحور من ضمن المحور التي تبنتها الدولة المصرية مع توفر الرادة السياسية منذ 2014 وحتى هذه اللحظة الدولة المصرية قطعت شط كبير في بناء المدن العمرانية الجديدة ما الهدف من هذه بناء المدن العمرانية الجديدة بالنسبة له الزيادة السكانية يمكن وصلنا إلى 103 مليون نسم ولذلك الدولة المصرية أخذت خطوات سريعة في هذا الأمر رغم الأزمات العالمية ومنذلك لكن الدولة المصرية مهتمة جدا بزيادة المدن العمرانية الجديدة في كافة المحافظات هذا الأمر يعني ما كناش بنشوفه قبل ذلك ولكن الدولة المصرية نتيجة الزيادة السكانية وما أحواجنا إلى زيادة المدن العمرانية الجديدة لم تكن هذه المدن بس ولكن تعملي مجتمع عمراني متكامسة من مدارس من مستشفيات حتى بالنسبة له الصناعة والزراعة في كل مدينة جنبها بيبقى مجتمع عمراني على أساس ما يبقاش مثلا تكدس عمراني فقط ولكن أي واحد بيسكن في هذه المدن بيلاي طبعا ابنه بيروح المدرسة هو لقد لاحصت أي حاجة بيلاي المستشفى بيلاي الجامع والكنيسة ويمكن هذا الأمر مهم جدا السيدة الرئيس مهتم بيهم جدا في كل مدينة بيتبعى موجودة طبعا الكنيسة والجامع طبعا ده يعني ده هو ده حقوق الإنسان يعني أبسط شيء من حقوق الإنسان وجود مثل هذه الخدمات وهو ده يعني الدولة المصرية مهتمة جدا جدا خلال هذه الفترة وعلى مدار يعني الثمان سنوات حضرتك يعني أو الدولة المصرية يعني قطعت شوط كبير في هذا الأمر وبنت طبعا والسكان والمواطنين بيقدموا له الحصول على الوحدة للسكنية وهناك فيه تيسارات كبيرة بتقدمها للدولة المصرية يعني وخير ومسال على ذلك يعني العاصمة الإدرية الجديدة والحمد لله والحي الحكومة من ذلك وانتقال الحكومة للعاصمة الإدرية الجديدة وحنا شوفنا عدد كبير من أسادة الوزراء حتى بالنسبة لي اجتماع مجلس الوزراء بيعقد يعني اجتماعاته مرتين كل شهر فيها العاصمة الإدرية الجديدة كذلك الوزراءات المختلفة بتابعوا على مدار الساعة العنص والبشرية الدولة المصرية لم تهتم بالهيكل خسار ومن ذلك ولكن اهتمت بالعنص والبشرية وهو عملية الدولات التدريبية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدرية الجديدة طبعا بيتم تدريبهم من أجل التأهيل ومن أجل السقل المواهب لأن انت الفكرة القديمة بالنسبة لي الموظف ومن ذلك هات الوراء الفرانية أو الختم الفراني الموظف والله النهاردة يعني واخد أجازة اعتهادية مش عارف هو تعب ما درشي الختم يعني تأفل عليه هذا العمل طبعا انتهى من قموس الدولة المصرية أو الحكومة المصرية وهو ده الانتقال للجمهورية الجديدة بفكر جديد هذا الفكر هو مبني على احترام أدمية الإنسان احترام المواطن اللي هو بيتقدم له الحصول على الخدمة طبعا واحد موجود ممكن يكون فيه مطور في اسكندرية في يعني النوبة أو أسوان هل هيجي العاصمة الإدرية الجديدة؟ هو مش محتاج انه هيجي كل الخدمات يعني إلكترونية ومن ذلك المواطن اللي هو موجود في مثل هذه المحافظات المختلفة أنا مش محتاجة الكاميرات يسهل عليه التعامل من خلال طبعا الديجتال ماركت والتحول الرقمي والإلكترونيات طبعا بقت كلها انت قاعد في مكانك في أي محافظة من المحافظات مجرد ما تضغط على زرار في التقنية الجديدة انت خلاص حقاقت المصلحة بتاعتك وانت في مكانك حقاقت المصلحة وأنا بحاول اننا يعني أقل يعني التقارب بين الموظف وبين المواطن وده طبعا له هدف كبير بالنسبة لي القضاء على الفساد سكان البعض بيتحدث خلال السنوات أو العقود الماضية عن موضوع الفساد والرشوة وما لذلك أو حتى بالنسبة لي الروتين والبريقراطية لا أنت حضرتك استطاعت من خلال الرقمنا والخدمات الإلكترونية عملية القضاء على الفساد وما ذلك الفساد ليس الفساد المالي فقط ولكن حتى بالنسبة لي الوساطة المحصوبية الوساطة المحصوبية الواحد بيعتبرها فساد وهي أكثر من الفساد المالي ولكن الحمد لله لديك جهاز الرقابة الإدرية هاية الرقابة الإدرية يعني بتكافح الفساد على مدار الساعة وبالفعل العالم كله والمواطن المصري أنا بيهمني تعامل المواطن المصري في هذا الشأن بيوشيد بما حققته الرقابة الإدرية من مكافحة الفساد ويمكن الواحد بيذكر نفسه والسادة المشاهدين عندما تم إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تم إطلاقها من هيئة الرقابة الإدرية السيدة الرئيس ذهب له هيئة الرقابة الإدرية في 2014 وتم إطلاق المرحلة الأولى ونحن عارفين المرحلة الأولى من 2014 حتى 2018 وتم إطلاق المرحلة الثانية 2019 من مؤتمر شرم الشيخ لمكافحة الفساد في 2019 حتى 2022 ولكن لو عدنا بالنسبة للمدن الجديدة لا المدن الجديدة بتعمل عملية خلخلة بالنسبة له الزيادة السكانية وخاصة في القاهرة الكبرى وعدد كيبية طبعا من المحافظات طبعا بالفعل الدولة متجهة في كل المجالات مش بس المجتمعات العمرانية والطرق والكباري وكمان المدن الجديدة الحقيقة طبعا الدولة اتجهت أيضا إلى الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري من توفير المواد الغذائية للفئات الأولى بالرعاية والأسر أكتر احتياجا في المجتمع المصري مشاهديننا لسا مكملين مع حضراتكم وضوح حلقتنا النهاردة نخرج فاصل سريع ونرجع نكمل معكم حلقتنا احنا بنكلم على دور الدولة في الوقت الحالي في زيادة التنمية الزراعية الدولة بتبزي المجود كبير جدا خلال الفترات الأخرانية لزيادة المساحات الزراعية طبعا احنا عارفين ان في زيادة سكانية كبيرة جدا لازم يواكب زيادة السكان دي زيادة المساحة المزروعة عشان نقدر ان احنا نكفي احتياجات الشعب المصري في الفترة الأخرانية كان فيه اهتمام كبير جدا بزيادة الرقعة الزراعية من خلال الاهتمام بالمناطق الصحراوية مناطق غير مستغلة للزراعة استخدام تقنيات حديثة زي استخدام الصهب الزراعية وكل دون لمحاولة لجعل كل المناطق اللي موجودة في مصر ان هي تكون منتجة وتقدر تغطي جزء من الاحتياجات للشعب المصري طبعا اهتمامات الدولة بتنصب على مناطق زي ما احنا قلنا مناطق ما كانتش مستغلة قبل كده زي المنطقة الغربية بتاعتنا في المنطقة السلوم واللي هي المنطقة المتاخمة للحدود الليبية طبعا دي المناطق دي سواء كانت الحدود الشرقية او حدود الغربية دي بتعتبر امن للدولة أردكم من جديد ولسه مشرفنا الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزيم كنا نتكلم قبل الفاصل عن اتجاهات الدولة لتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا والأيضا أيضا عفوا الأولى بالرعاية أستاذ حسن الحقيقة الدولة طبعا متجهة اتجاه بالغ جدا في الطعام وكمان التأمين الاستراتيجي في القطاع الزراعي طلالة من حضرتك وتعليق على هذه الجزئية هو يعني تحقيق الأمن الغذائية بمفهوم الشامل من طبعا زيادة المساحات المنزارة من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح يمكن القمح ده يعني الدولة لم تنتبه قبل 2014 لموضوع القمح ومنزارة كانت المساحات وليلة جدا عشان كده حضرتك يمكن الدولة كانت بتسترد الغالبية العظمة من دول يعني في عدد كبير من الدول ولكن خلال الثلاث اربع سنوات الماضية كل سنة بزيد المساحات والحمد لله يمكن مساحة القمح يعني هذا العام طبعا زادة حتى بالنسبة لي عملية التوريد عندما يعني الدولة المصرية والقيادة السياسية عندما اهتمت بالفلاح والسيد الرئيس اعلن عن وجود حوافز بالنسبة لي الفلاح في عملية توريد القمح ومنزارة يمكن كل فدان الفلاح او المزارع الكريم مطلوب منه ان هو يورد حوالي 12 اردب احنا عارفين في بعض المساحات وخاصة المساحات الجديدة الفدان بيجيب حوالي 19-20 اردب طبعا ممكن يكونوا 6 او 7 اردب دول خاصين بالفلاح مش محتاج او مش مطلوب منه ان هو يوردهم ولكن مطلوب منه ان هو يورد عن كل فدان 12 اردب حتى بالنسبة لي الفلوس او المستحقات المالية عندما يقوم بعمليات التوريد بيحصل على كامل مستحقاته المادية والمالية فيه غنون طبعا 48 ساعة كذلك الحكومة وفرت الوزارات المعنية السواب بالنسبة للتنوين بالنسبة لي الزراع وفرت ما يقرب من 450 نقطة تجميع بالنسبة لي الاقماع بدلا ما الفلاح كان فيه السابق بيقوم من منطقة الماء بيورد القمح يمكن كان بيمشي حوالي 100 كيلو او 50 كيلو لذا انت جنبك الجمعية الزراعية جنبك هناك يعني منطقة مجاورة ليك بالنسبة لي الزراع تستطيع ان انت يعني بتورد هذا الامر لكن الدولة المصرية بتحاول ان هي تعمل اكتفازات وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية ورغم الأزمات العالمية اذا كنا بيتحدث عن يعني أزمة كورونا خلال العامين المضيان بالاضافة طبعا الازمة اللي هي نشت يعني مع بداية هذا العام الازمة الروسية الاوكرانية لكن استطعت حضرتك كدولة مصرية نتيجة توفر الارضة السياسية وفرت المخزون الاستراتيجي من القمح اللي هو طبعا بيكفي حتى نهاية هذا العام كذلك في المحاصيل الاخرى ان انت بتتوسعوا احنا شوفنا الزيارات الكسيفة والمتكررة للسيد الرئيس بالنسبة لي مشروع مستقبل مصر ودلتها الجديدة كذلك مشروع توشكة المشروع توشكة اللي هو كان يعني يعتبر بالمعنى المفهوم ما كانش شغال ولكن الدولة المصرية دولة 30 يونيو احيت هذا المشروع اللي هي طبعا الدولة المصرية انفقت عليه مليارات الدنيهات وما كانش مستفيدة من هذه المليارات ولكن بتتوسعي خلال هذه الفترة ده شي مهم جدا ان انت بتحاول طبعا بتحقق الامن الغذائي بمفهوم الشامع والاوسع الجانب الاخر متعلق بالصناعة الصناعة بشكل عام اصبحت مصر بتركز على انها تصبح مركز اول في صناعة السيارات يعني رأي حضرتك ايه في هذا الموضوع هو موضوع اللي صناعة بالفعل يعني الدولة المصرية مهتمة جدا بموضوع اللي صناعة ده يعتبر اولوية اولى بالنسبة للحكومة المصرية والدولة المصرية خلال هذه الفترة بقص ما عندنا دل بقتي العربية الكهربائية السيارات الكهربائية ومازالك وتحويل السيارات طبعا يعني العمل بالغاز الطبيعي بدل من موضوع البنزين عشان البنزين يعني الدولة المصرية بتستورده من الخارج عشان طبعا توصل العملة الصعبة لديك طبعا الحمد لله الدولة المصرية نتيجة شغل على مدارة 8 سنوات لديك طبعا تصدير بالنسبة للغاز الطبيعي حتى بالنسبة لعملية التلوث ومازالك تقليل الانبعاثات تقليل التلوث وموضوع يعني تحويل السيارات أو تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتحويلها للعمل بالكهرباء ده شيء مهم جدا ولكن يمكن شغل الشغل للدولة المصرية هو زيادة الصدرات خلال هذه الفترة صحيح ازاي زيادة الصدرات لان حضرتك من 2014 وحتى هذه اللحظة عملت بيئة يعني تشعية بالنسبة للمستثمر أو بالنسبة لي الاستثمار غيرت قانون الاستثمار عملت لايحة تنفيذية لي قانون الاستثمار عملت بنية تحتية المرافق يمكن انفاقتي لا يقل عن 8 رليون جنيه بالنسبة لي البنية التحتية طبعا من كهرباء من غاز طبيعي من كل حتى لي المحاور والمحاور ورصف الطرق وماذا هذه البيئة ساعدت اي مستثمر ان هو هيجي على عرض الدولة المصرية طيب المستثمر اللي جايدة 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 يا الدولة المصر ايش معنا اختار مصر لان هو دلوقتي لديه بنية تحتية لديه السيدة الرئيس بيلتقي بالمستثمرين في كل الزيارات اللي هو بيعملها في الخارج السيدة الرئيس بيتحدث عن الفرص الاستثمارية لديك فرص استثمارية واعدة بالنسبة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد كنا في زيارة مع غيث مجلس الوزراء منذ عدة ايام في شرق بورسعيد هذه المنطقة الواعدة بالاستثمارات بيتبني عليها عدد كبير من المصانع وفي كل محافظة دلوقتي كانت هناك مناطق صناعية هذه المناطق الصناعية كانت الدولة يعني صرفت او انفقت مليارات الجنالية على اليوم وكانتش مستفيدة انت بتعيدي يعني احياء هذه المناطق الصناعية عملتي شبكة كهربية على اعلى مستوى عملتي شبكة طرق يعني خليتي المحافظات متصلة ببعضها ببعض يمكن بعض المطين او يقولك طب انت ايه الفايدة من هذه الطرق الفايدة انت يعني عملية خلخلة بالنسبة للسكان ومنذلك عملية وجود مستثمر في هذه المحافظات عملية تيسير وتسهيل في انتقالي انا كمواطم اذا كنت حضرتك بتنتقل من القاهرة ومن اي محافظة الى محافظة اخرى سواء بالنسبة للسياحة او بالنسبة للسفر الصناعة طبعا ووصول حلم الدولة المصرية بمئة مليار دولار صادرات مصرية يمكن لأول مرة في التاليخ والستاذ الرادوة في عام 2021 وصلت الصادرات المصرية الى 40 مليار دولار وطبعا رقم كبير جدا رغم الازمة الروسية رغم ازمة فيروس كورونا ومزايق رغم الازمات اللي العالمية يمكن شايفين هناك ازمات كبيرة في دول عظمة يمكن على سبيل المثال وليس الحصر يعني الولايات المتحدة الامريكية منذ عدة تسابيع كانت عندها ازمة في موضوع توفير الالبال للاطفال طبعا كل هذه المشكلات ان انت تخلصت عليها ولكن ما تخلصتش عليها يعني ما تخلصتش منها يعني ان احنا كنا او الدولة المصرية كانت نايمة لكن اشتغلت الدولة المصرية اشتغلت بيعني جذب الاستثمارات اشتغلت كانت هناك اجهزة وطنية وكل الوزارات اشتغلت في هذا المجال وده يخلينا يعني من خلال اهتمام الدولة بالصادرات نقول خطة الدولة المصرية في الايام القادمة لتعزيز الصادرات ده اللي هنقوله بعد الفاصل فاصل سريع ونرجع نكمل تاني فاصل مشاهدنا بكم من جديد أعزائي المشاهدين ولسه بنتكلم عن بناء الجمهورية الجديدة بنقول أستاذ حسن يعني تابعنا في الفترة الأخيرة وباستمرار بنتابع أنه ملف حياة كريمة يوجد زيارات ميدانية على أرض الواقع بالنسبة للقرى والمحافظات ضمن مشروع حياة كريمة إيه الجديد يا فن في هذا الملف؟ يعني هذا الجديد بالنسبة ليه المرحلة الأولى من حياة كريمة اللي هي شغلة فيه 52 مركز لا يقل عن 1477 قرية عندما أطلق السيد الرئيس يعني منذ هذه المبادرة الرئيسية اللي هي تعتبر نقلة نوعية بالنسبة للقرى يعني وخاصة أن القرى كانت مظلومة قبل 2014 ما كانتش فيه يعني كل المرافق تعتبر ما كانتش موجودة وكانت مهالهالة ما فيش طرق ما فيش بنية تحتية للقرى والدولة المصرية اهتمت بهذه المبادرة لأنها طبعا بتمس حياة المواطنين على مدار الساعة حوالي 60 مليون نسمة موجودين في القرى ومزاكها عندما بدت هذه المبادرة زي ما حضرتك تفضلته السيد الرضوى سواء بالنسبة لي زيارات رئيس مجلس الوزراء الوزراء في هذا المجال والسادة المحافظين عليهم دور كبير في عملية المتابع على أساس أن الدولة المصرية عندما خصصت يمكن حوالي 700 مليار جنيه لهذه المبادرة في خلال أو في غضون ثلاث سنوات يعني تستطيع أن أنت تقول أن نحن خلصنا القرى من كافة الخدمات ويمكن الواحد بيبقى حريص جدا أن الواحد بيزكى نفسه والسادة المشاهدين بعملية الأرقام لأن الأرقام دائما لا تكذب عندما قبل 2014 يمكن الصرف الصحي كان لا يتعدى 13-14% في القرى في كل القرى ولكن خلال هذه السنوات الثمانية استطعت هذه القرى وصلت إلى حوالي 40% من توصيل الصرف الصحي وفي غضون طبعا انتهاء مبادرة حياة كريمة تكون أن أنت حضرتك يعني وصلت الصرف الصحي لمية في المية كذلك بالنسبة للمياه وكل المرافق يمكن كان هناك فيه قرى الرصف يعني ما كانش بتشم يعني موضوع الرصف بالنسبة للقرى وما ذلك الرصف ولكن بمجرد أنه تنتهي هذه المبادرة تكون خلصت موضوع الرصف في كل القرى والنجوع والتوابع يمكن لديك حوالي 5000 قرية أكثر من 30 ألف نجع وتابع أنت هذه المبادرة وبالفعل يعني بالفعل أستاذ حسن يعني مبادرة حياة كريمة حققت جهد كبير جدا من قبل الدولة المصرية في كل المجالات المتعلقة بالقرى والنجوع والمحافظات في كل حاجة إما رافق طرق صرف صحي إلى يعني عايزون نقول أن بالفعل هي حركة تنموية من الدولة المصرية اهتمام بالغ جدا في ملف حياة كريمة عايزة أقول لحضرتك كنت مشرفنا النهاردة سيد حسن أبو خزيم الكاتب الصحفي ومحرش ومجلس الوزراء شكرا جزيلا يا فندم شكرا لحضرتك يا فندم عايزاء المشاهدين في كل مكان خلصت حلقتنا النهاردة لكم وني أردك التحيات